اهلا بحضرتكم معينا مرة تانية ومشرفني لأستاذ الدكتور نبيل عبد المقصود مدير المركز القاومي للسموم طب القاهرة زي حضرتك اهلا وسهلا أخبرك كل تانين الحمد لله الحمد لله احكايت الانتحار انت عايز ترافيق الانتحار ليه الانتحار بقى موجود عندنا حالك كمدير المركز القاومي للسموم لا كمدير المركز القاومي للسموم مش هقولك ليه الانتحار بقى موجود عندنا لكن هقولك حالات الانتحار لما بتيدي بيبقى ظروفها ايه اولا نلاحظ ان في حالات تردد للانتحار بتزيد في اوقات معينة اوقات الامتحانات الاوقات لما يبقى في الاجازات لما يبقى فيه فراغ ويبتدوا ينضغط على الشباب لظروف معينة لما يكون فيه مشاكل عاطفية وبيفشلوا فيها ده معاك ينبحى طول السنة عندنا حالات انتحار احنا بيجلنا حالات هي ما سمعش حالات انتحار هي محاولة الانتحار لأن انتحار يعني خلاص توفى الشخص فهي محاولة للانتحار ودي بتختلف الحقيقة محاولات الانتحار من فرد إلى فرد احنا بيجلنا نسبة برضو مش قليلة من محاولات الانتحار اغلب الاعمار ودي اللي يهمك اعتقد هي في اعمار الشباب والنسبة الاكتر في محاولات الانتحار اللي بنشوفها فعليا بتبقى بين البنات اكتر من الاولاد بقيت الظاهرة منتشرة او بقيت موجودة في الريف والحضر ما قدرش اقول بقيت ظاهرة ما قدرش اقول ظاهرة بقيت ظاهرة دي يعني بقيت حاجة منتشرة ما قدرش اقول ظاهرة لكن اقول لناها موجودة قدر لناها موجودة هي الفكرة ان يعني هي موجودة بقالها فترة لكن هي موجودة كل العمر اه لكن احنا في الفترة الاخيرة بقيتنا نسمع عن محاولات الانتحار كتير غير قبل كده ممكن المتخصصين في النواحي السيكولوجية والاجتماعية يقدروا يقول لك عن الاسباب الاجتماعية اللي بتؤدي الى ذلك لكن انا بكلمك من الناحية الطبية الحالات موجودة الاعمار اللي بنشوفها هي اعمار الشباب نسبة البنات اكتر من الاولاد تزيد في فترات الدراسة وايام الامتحانات اللي هي الوقت اللي فيه سترس في حالات المشاكل العاطفية فيه نوع من محاولات الانتحار محاولات غير حقيقية يعني بنتحر بس مش عايزة موت بلفت النظر بتظاهر بالانتحار ازاي؟ بس دي نشوفها اكتر في البنات الاولاد ما تفوقاش موجودة او الحكاية دي عندهم لكن بتبقى اكتر بين البنات نيجي بقى ازاي احنا عندنا مشكلة لما بيجي الشخص منتحر الى المركز طبعا المركز قوم بسموم مجهز على اعلى طراز بكل طب اصرعيني لاستقبال جميع حالات التسمم واندرج تحتها بند المحاولات الانتحار اللي بيحصل ان لما واحدة او واحد بيجي ينتحر بيعمل ايه؟ قدامه حاجة من الاتنين ياما اتجه الى استخدام الى حده سواء يقطع شرايين ايه دي بس ده بيكون بينتحر او محاولة انتحار عايز منها الموت ده مش انتحار كاذب لا اللي بيقطع شرايين ايه علشان يموت لازم ياخد الشرايين ربنا عملها انها مدفونة جوه الرست مش عالوش فلما بيقطع بيقطع الوريد والاوريد الرفويع فبتنزل دم دي ما تموتش عشان يموت لازم يخش بيها عميق عشان يقطع الشرايين ده اللي يموت احنا كده بنادي الناس الطريقة الصح لانتحار بدون ما يصر الموت ما هو لو عايز الموت عارف هاي موت نفسه ازاي يعني احنا مشهوا الاسرار طب تعالي دكتور نمشي ورا فكرة انه حد بيقطع شرايين ايده بتطلع بشكل سطحي مش عميق ده ممكن يموته ولا ده مستحيل يموته يعني لو ما رحش لمستشفى مش هيموت لا ما هو هيروح مستشفى لان فيه دم بينزل لكن ما موتش ولو ما رحش لمستشفى هيوقف الدم لما يحط يده هيوقف بس ده فيها جرح وفيها أوعاية دموية مفتوحة لكن الوريد الشريان لما بيطقطع بيصفي دمك في وقت صغير جدا فلازم الواحد يتدخل فورا ده عملية جراحية طارقة ويتدخل فيها ده كترة الأوعاية دموية لكن الشخص اللي بيحاول الانتخار عشان يجزي بالانتباه دايما تلاقي بنشوف ايديهم متقطعها في اكتر من حتة ليه لان بيجيط حتة ويقولك لا بلاش طب الحتة دي ممكن تباويت لأ خليني هنا فتلاقي فيه فيه اكتر من تشريطة في الايد قبل ما يعور الحتة اللي تنزل دم احنا كل ده لا يعنينا كمركز هو احنا يعنينا الحتة اللي تعنينا حتة ان هو بياخد أدوية بتتسبب في ان هو يؤدي الى فعلا الوفاة دي بنشوفها فيه الناس اللي بتاخد أدوية وبيجيبوها ياما عندهم موجودة في البيت زي ما شفت في التعرير عند حضرتك حد كتب روجيتة ليهم وهم اخدوا الدواء كله على بعضه الانتحار او محاولات الانتحار او التسمم بالأدوية اللي بيجي لنا بيكون نتيجة ان البنت او الولد بيجي في صورة من اتنين ياما جاي مغمى عليه تماما وما نقول بعربية السعاف ودي بتبقى حالة سيئة جدا ليه لان بيبقى الشخص ده تم امتصاص الدواء من المعدة ووصل الى الجهاز العصبي او وصل الى الاماكن اللي هو بيعمل عليها وابتدى يتفاعل معها وابتدى يحصل تسمم وتبطيل الاماكن دي انها تعمل فلو المخ هيقف لو القلب هتوقف لو الكيلة هتتوقف على حسب نوع المادة اللي في التاخذ دي بتبقى حالات بتحتاج ان احنا نتدخل فورا وبندخله الرعاية المركزة ولو النفس تعبان بنحطه على جهاز التنفس الصناعي الحالات دي ما نفعش نملاها غسيل المعدة خلاص عدت هذه المرحلة فبناخد عينا من الدم ونشوف نسبة الدواء اللي موجود ونبتدي نتفاعل معها عشان نيعكس تأثيرها وننقص حياتها دي نجاح الانقاذ النقب على الانتحار هنا بقت صعبة لو وصلنا الى هذه المرحلة اصبح الرد الفعل بتاو يتوقف على حاجتين الحاجة الاولانية هو جيه متأخر قد ايه تم نقله الى المركز متأخر قد ايه الحاجة التانية الجرعة اللي كان واخدها كانت قد ايه والنوع الدواء اللي كان متاخد فيه ادوية بطيئة الامتصاص وادوية سريعة الامتصاص الادوية لو اتخذت على معده فاضي هتعمل تأثير ولو اتخذت على معده بعد الاكل هتعمل تأثير اخر بيبطئ مفاولها علشان كده الحالات اللي بتيجي لو جاية في خلال ساعتين من محاولة الانتحار واهلوا قدروا يجبوه في خلال ساعتين تبقى فرصة تنقذهم اعلى ليه علشان بنقدر ان احنا نعمل غسيل معده غسيل معده يعني ايه ندخل خرطوم وليبتدي نغسل المعده ونطلع المكونات بتاعتها بما فيها اللقراس ونشوف اللقراس ويطلع فعلا بعد كده بنبتدي ندي حاجات تمسك المادة اللي دخلت اللقراس في الامعاء وتبتدي تتشبك معها وتمنعها من انها تمتصلا قادر اقول انه انه الواحد لو خد اسبرين كتير او برشام كتير ده اخطر انواع الانتحار لا طبا الاسبرين والاسبرين ومواد تانية كتير فيه مواد اخطر منه بكتير لكن الاسبرين فيه اكتر فيه خطورة عليه انه هو بيعمل تقراحات في المعدة وبيأثر على الكبد اخطر انواع الانتحار ايه دكتور بصي يعني اغلب انواع الانتحار ما بقالهاش قاعدة لانه اللي بيحصل ايه الاخطر منها لا لا كله خطير كله خطير كله خطير طبعا اي حاجة بتاخديها بجرعة زيادة ممكن تقصر عليك تأثير وقد تؤدي للوفاة والاصعب في التعامل طبيان الاصعب في التعامل طبيان هو التعامل الزمن بالنسبة لنا احنا لو اي حد خد اي حاجة وجلنا في اول ساعة فرصة ان احنا ننقذه عالي قوي لكن حتى لو خد حاجة بتبدو مش مضرة بالنسبة لكم جرعات عالية وجيه بعد ساعتين او ثلاثة او ستة كل ما بتتخري في الوقت في محاولة اخد الشخص المتعاطي الى المركز المتخصص بتبقى فرصة انقاذه اضعف كتير المشكلة ان فيه ناس ما بتعرفش ان دي ممكن تأثر عليها وتموتها هم فاكرين ان هم بيتدلعوا فيها منظن الحاجات اللي بنشوفها كتير تيجي البنت واقعة ومتظاهرة انها مغمى عليها وهي مش مغمى عليها طبعا وبعد منقشتها والكلام معها بطول انا باخد عشرين حباية طب ايه نور حباية بطول مش فاكر طب اسمها ايه اسمها كذا طيب شكلها ايه مش قادرة تجيب شكلها طيب شرياها منين طيب تمانها كام فيه منهم بيبقى زاكي شوية ان هو بيعمل ايه بيجيب الشريط ويفضيه ويرميه ويخلي الشريط الفاضي جنبه علشان اهله يقول لهم انا خدت ده دي بنقدر نكتشفها بان احنا لما بناخد عينا على طول بنقدر نعرف نسبته في الدم تتماشى مع الجرعة اللي هو ايه لها ولا لا تتماشى مع الجرعة اللي هو ايه لها اضافة الى هل الصورة الاكلينيكية بتاعت المريض دوت واحنا شايفينه قدامنا الاعراض دي ماشى مع الجرعة اللي هو اخدها اللي مش ماشى قدر اقولك ان حوالي من 60% الى 65% بيجذبه لان اللي بنشوفه على الواقع الطبية لا يتماشى مع اللي هو بيقوله طب دكتور فيه حاجة تانية بتيجي على بالي دايما انه ممكن واحد يسم واحد ويجيبه لك بعدها يقولك ده انتحر هنا فيه شبهة جنائية بحال فيه تعامل قانوني وانت بتعامل معه اللي بيحاول ينتحر لا احنا مناش دعوة بالدال والسم احنا لنا دعوة بالمريض لكن دي فيه شبهة جنائية وبتعامل محضر لا انا فهلا هو السؤال بالزبط انه ممكن واحد يسم واحد ويجيبه لك يقولك ده ابني ولا اخوي ولا قريبي وحاول ينتحر بس ده الموضوع ببساطة هنا بقى انت لما بيجي لك اي واحد اقبر على الانتحار هل فيه تصرف قانوني انتو بتغدوه او بتطلبوا البوليس مثلا او بتعمله بلاغ يعني الوضع بيبقى ماشي ازاي شوف يا حضرتك جميع محاولات الانتحار بيتم عمل مذكرة ومحضر بيها اللي منوط به الكشف ازا كان دي حالة جنائية ولا حاجة لغير جنائية هم الشرطة والنيابة اكيد اكيد واختبال حضرتك احنا دلنا لا يقتصر الا على الدور الطبي فقط وابلاغ الجهات المعنية بمحاولات الانتحار لان زي ما حدي بتقولي ممكن تكون حالة انتحار وراها شبهة جنائية صحيح فاحنا انا قدرش نحدد دا انا عارفة طبعا انه ليه حق التحديد عمل المحضر لكن انا بتكلم بتعمله فعلا محضر لأي حد اقبل على الانتحار بصي خلينا منطقيين يعني لما يجيلك وحدة وصحية وانت شايفة انها يعني اه مفيش مشكلة واخدها حباية حبتين وشي بريتين يعني هي بتتظاهر انها اخدت اكتر من حاجة وطالبة في الجامعة وتعمل لها محضر يعني اكتر وخصوصا نبواها ومومتها معاو هي بتتكلم يعني برضو الناحية الروح حاجة اسمها روح القانون لازم تبقى موجودة يعني احنا مش بنمشي بننفذ بالزبط لكن طالما الامور ماشية والاهل موجودين وهي موجودة هي بتتكلم خلاص لكن لو حالة مغم عليها واحنا مش عارفين ايه الوضع وحال التسامن لازم بنعمل مذكرة وعندنا موجود ناس موجودين بيعملوا مذكرة ويبتدوا يتخذوا الاجرات القانونية لكن التنفيذ الحرفي بدون الجوء الى روح القانون ده اعتقد هيضر اكتر ما يفيد دكتور في رأيك ازاي ممكن نقلل من نسب الانتحار خلي بالك ان في انتحار مش مقصود بالانتحار يعني دي بنشوفها كتير قوي في كبار السن لما بيقولنا واخدين جرعات عالية من اقراس وجايين اللي شوفهم يقولوا انتحرين هي الحقيقة هما مش منتحرين هو بياخدوا العلاج بتاعهم والدواء ده بيبقى عادة من الادواء اللي هما بيستخدموها دواء للقلب دواء للسكر وصصة لدوية السكر فبياخد الدواء وينسى انه خده وياخده تاني وينسى انه خده وياخده تاني بص لايه في خلال ساعة خد الدواء بتاعه سبع تمن مرات عشان كده ده وعي بقى ثقافي ان لازم الناس كبار السن ما تحطش الدواء بتاعهم جنبيهم لازم تخليه في غرفة تانية وبالتالي او تحت رعايتك بحيث لما ييجي احتاج الدواء يسأل انا عايز الدواء فاللي موجود هيقوله ده انتخدته خلاص لكن اللي بيحصل لو الدواء جنبه على الكمودينو وجنب السرير هيروح مادة ايده واخد الدواء وديت بنشوف منها حالات كتير جدا تسامل المشكلة الاكتر لو ما فيش حد في البيت معاه فعلى ما بيعرف بيكون عدة فترة طويلة فدي برضو بتقلل من فرصة نجاة ومن هذه الفرصة رغم ان هو مظلوم لان هو طب دكتور في حالات بعينها انت شفتها وتعاملت معيها وانسانيا لو شفت راجل كبير او ستة كبيرة او شاب او شابة اقبلوا على محاولة الانتحار يعني حالة اثرت فيك انت شخصيا وما كلهم بيأسروا وما احنا شغلتها جي صعبة جدا بس هقول لحضرتك انا في رأيي الشخصي طبعا يمكن المتخصصين هيقدروا يفيدوكي اكتر مني في هذا المجال ان لازم فيه وقفة من الاهل لازم لان اذا عدوا الامور ببساطة انا بتكلم بقى كطبيب الخصائي النفسيين والمتخصصين في هذا المجال هيقدروا يفيدوكي اكتر مني انا من رأيي الشخصي اذا عدوا هذا الموضوع ببساطة دون الدخول في تفاصيله ودون اتخاذ اجراء صح هيكرروها وعندنا الناس كريبا يكرروا لان عجبتهم يعني انا عملتها واهتموا بي كنوع من جذب الاهتمام والانتباه الي وعملتها واهتموا بي فضلوا عادين جنبي في المستشفى وعادين بطبطبوا علي ويعيطوا وخدوني وجابوا لي اللي انا عايزه وجابوا لي عربية طب ما دي حاجة لطيفة جدا ده مرد نفسي بطل بزابة ما داشتقولها ليه انه مرد نفسي لأ يعني حكاية مرد نفسي كمان حكاية اني لازم تعاملك معها هيبقى تعامل صح وتحت اشراف طبي مزبوط ومتخصصين عشان ما تكررش تاني لان التكرير هيبقى اخطر تكرار هذا الموضوع هيبقى اخطر من المرأة الاولية كل مرة بتبقى اصعب من المرأة اللي قبلها دكتور انا بشكرك جدا ونورتنا وبتمنى ما لقيش شخص واحد بيحاول حتى الانتحار ان شاء الله نورتنا في باب المفتوح اهلا بي انتظروني بعد الفاصل مع الكاتب الصحفي الدكتور ياسر ثابت عشان نتكلم في اللي بيحاولوا ينتحروا انتظرونا اشتركوا في القناة